وحبت قلبها وحياتها لأهل واديها وكانت من الداعمين الكبار لشباب الوادي وعائلته العمل الإنساني عمل ضارب في القدم وهو جزء من عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمعات من خلال الدعوة للرحمة والعطاء وخدمة الإنسان لأخيه الإنسان وخلال فترة الحرب الإرهابية على سوريا وتداعيتها لاحقا ثمت أشخاص قدموا ما بوسعهم لحماية الوطن ومساندة أبناء بلدهم وتشجيعا على هذه المبادرات كرمت مؤسسة مبدعون من أجل وطن عددا من الأشخاص من منطقة وادي النظارة الذين ساهموا بالتعافي المجتمعي وذلك ضمن احتفالية تكريمية في المركز الثقافي ببلدة مرمريتا لكن نحن كمؤسس مبدعون حبينا نقول لهم شكرا بطريقتنا نقول لهم شكرا على العطاء لأنه الشكر ضروري ينقال للناس اللي عم تقدم ولو أنه نرافضين هذا الحكي لكن لما نقول للناس أنه هاي الناس السوريين اللي موجودين وعم يكون نموذج لكل سوري حقيقي إنسان قدم في ناس قدمت روحها وبالتالي الناس اللي عم تقدم مال واللي عم تقدم خدمات واللي عم تقدم حتى علم بهي الأزمة وبخضم هذه التجاذبات اللي عم تصير لا شك أنه يجب أن يكرم يجب أن يقال له شكرا مكرمة وقت يكونوا بحضرة أم الشهيد مكرمة وقت يكونوا بحضرة جريح هني الفدونا بأرواحهم وبأجسادهم لحتى تبقى سوريا ولحتى نحن نكون موجودين التكريم بيعنيه لكثير أنا حب العطاء هذا العطاء البلاح حدود ربيت عليه الحقيقة التكريم هو مولى شخص قد ما هو لمجموعة يعني ما في إنسان ينجح لحاله النجاح هو مجموعة ومجموعة نو كرمين هني مجموعة البلد والوطن نشكر مؤسسة مبدعون لمنحز الوطن على هذا اللفتي الكريمي وأكيد هذا التكريم هو ملألي لحالي هو لكل أفراد أسرة كرنفال مرمريتا يلي فضلا عم ننشر هذا الفرح بمرمريتا وبكرنفال مرمريتا يعني مهما عملنا نحنا ما كانت الغاية الأساسية أنه حدا يشكرنا عملنا كما ارتقى علينا ضميرنا أنه نسويه وكما كانت تربيتنا لأنه وطننا هو الأم فما في حدا نهائيا بمون إذا عمل أي معروف مع أمه هذا واجبه تأتي هذه الاحتفالية لتكريم أصحاب المبادرات المجتمعية ممن سلكوا طريقا طويلا نحو تعزيز الثقافة الإيجابية والتصدي للمشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية في بيئاتهم المحلية شيرين العلي الإخبارية السورية من المركز الثقافي العربي ببلدة مرمريتا